إذن مع التساع رقعة حرائق الغابات بسبب موجات الحر الشديد التي تضرب عدة مناطق أصبحت الدول أكثر اعتماداً على الإطفاء الجوي لمكافحة ألسنة اللهب و احتواء الخسائر المتراكمة في هذا السياق أعلنت مجموعة إيرباس لصناعة الطيران نجاح اختبار طائرة نقل عسكري من طراز A400M في هذا المجال في مجال إطفاء الحرائق و شمل الاختبار القاء عشرين طنا من المياه خلال أقل من عشر ثوانين تتميز طائرة A400M بقدرتها على التحليق على علو منخفض والمناورة على سرعات منخفضة مما يسبح لها بتفريغ حمولتها من المياه بدقة من ارتفاعات قد لا تتجاوز خمسين مترا فقط وفق الشركة المصنعة وهي إيرباس بالانتقال إلى أنواع أخرى من طائرات الإطفاء تبرز طائرة كندير الكندية البرمائية تمتلك القدرة على تعبئة المياه من البحيرات والتجمعات المائية الكبيرة وتسع نحو 6000 لتر من المياه أيضا تعد طائرة Air Tractor AT الزراعية المصممة أساسا لرش المحاصيل الزراعية من أبرز الطائرات التي تستخدم من مكافحة الحرائق وطورت هذه الطائرة الأمريكية لتنفيذ مهمات إطفاء ولأغراض عسكرية أخرى روسيا روسيا أنتجت طائرة برييف بي البرمائية التي تستطيع الإقلاع والهبوط من البر والبحر تستخدم هذه الطائرة في مكافحة الحرائق ولأغراض مدنية أخرى تسهل طائرات مكافحات الحرائق وحرائق الغابات عمل رجال الإطفاء بشكل كبير تساهم في إنقاذ الأرواح الممتلكات وتحديدا مع زيادة عدد الحرائق وفي ظل استمرار موجات الحر وفترات الجفاف إذن تنبأ تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة العام الحالي بارتفاع عالميا في الحرائق المتطرفة يصل إلى 14% عام 2030 أمام هذا الواقع أصبح تطوير أساليب الإطفاء أمرا ملحا على كل المستويات ترجمة نانسي قنقر